نهاردة كمان البرلمان مشارد دكتور حنف جبالي رئيس مجلس النواب النهاردة هو مجلس النواب يعبر عن الشعب ومجلس النواب يتحدث بلسان الشعب وعندما تكون هناك رسالة تأتي من البرلمان المصري تأتي على لسان رئيس مجلس النواب والأعضاء أعضاء مجلس النواب البرلمان المصري يحمل حكومة إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير في غزة المشارد دكتور حنف جبالي رئيس مجلس النواب ندعم خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني طب ممكن نسمع لأنه دي كلمة مهمة أوي ودي رسالة قوية أوي جدا من المشارد حنف جبالي رئيس المجلس خلي بالكم النهاردة اللي بيتكلم مجلس النواب رئيس مجلس النواب المصري فرسالته توصل للعالم كله كلم بيحذر يقول والدعم للرئيس ومع خطوات الرئيس وأي إجراءات الرئيس اللي حفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ماذا قال مشارد حنف جبالي نتابع أقول لكم كلمة مهمة أوي اليوم الزميلات والزملاء نواب شعب مصر تابعنا جميعا بكل اهتمام تطور الأحداث المرتبطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأربعين وعشرين ساعة منصرمة والتي سلكت مصارات متباينة حيث أعلنت حماس قبولها للهدنة بقطاع غزة استجابة للجهد المصري الكبير والوساطة المصرية القطرية تمهيدا لإنهاء الكابوس الإنساني الذي يصارعه أهالي قطاع غزة منذ ما يزيد على مئة يوم إلا أن الحكومة الإسرائيلية قامت بإنذار سكان الأحياء الشرقية بمدينة رفح الفلسطينية بالإخلاء الفوري والتوجه نحو وسط قطاع غزة في تلويح متغطرس بهجوم بري على المدينة أعقبه شن غارات جوية شرق المدينة وقصفها بأحزمة نارية واتصالا بذلك فإن مجلس النواب المصري يحمل كل الأطراف المعنية وخاصة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن أي عمل يؤدي إلى التصعيد الخطير للأحداث وتقويد مسيرة المفاوضات للوصول إلى حل سلمي يحقن دماء المدنيين ويهيب المجلس بالأطراف كافة أن تعي جيدا أننا إزاء معالجة أوضاع بالغة التعقيد وشديدة الحساسية بغية بلوغ اتفاق يؤدي إلى إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتجرعها الشعب الفلسطيني وإتمام تبادل الرهائن والسجناء وبدء مسيرة تؤدي لقيام دولة فلسطينية كما يهيب بالمجتمع الدولي الخروج من حالة الصمت المخزي وتبني الإجراءات التي تحول دون ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وحس إسرائيل على تبني نهج السلام بهدف الوصول إلى حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية نواب شعب مصر إن مجلس النواب المصري يشيد بالدور المصري منذ اندلاع الأحداث وحتى اللحظة التي أحدثكم فيها الآن في هذه المساعي الرامية إلى السلام وحقن الدماء والتي لم تتوقف للحظة واحدة رغم ما يواجهها من صعوبات ومجلس النواب يؤيد ويدعم الخطوات الثابتة التي يخطوها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تلك الخطوات التي يخطوها سيادته في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بعيداً كل البعد عن المقامرة أو المزايدة على تلك الحقوق وسعيه الحثيث على الدوام لحمايتها وخير دليل على ذلك جهوده المتواصلة دون كلل أو ملل من أجل الوصول إلى وقف عاجل لإطلاق النار على الأراضي الفلسطينية حفظ الله جل وعلا أرض فلسطين لشعبها وسلامٌ من الله عليكم ورحمة وبركاته ترجمة نانسي قنقر